وتزامناً مع العام الدراسي الجديد نظمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الأسرة بالشارقة ورشة تعريفية لألف ومائتي سائق ومشرفة معنيين بسلامة طلبة المدارس أثناء نقلهم في الحافلات المدرسية الورشة استضافها مسرح الجامعة القاسمية وتفاصيلها في التقرير التالي الحافلات المدرسية إحدى الوسائل المساندة لإنجاح العملية التعليمية فهي خدمة يلجأ إليها الأهالي لإيصال أبنائهم إلى المدارس ولأنها مسؤولية وأمانة تتضافر الجهود بين الجهات المعنية مع قرب بدء العام الدراسي الجديد لتوفير كافة السبل لضمان سلامة الطلبة خلال عملية نقلهم بين المنزل والمدرسة وعليه نظمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ورشة لسائقي ومشرفي تلك الحافلات تأتي اليوم ورشتنا بتوعية السائقين والمشرفين الحافلات وذلك تزامنا مع العودة إلى المدارس والورشة بعنوان القواعد الذهبية لركوب الحافلة وذلك لتأمين الطلاب في الحافلة عند نزولهم أو ركوبهم وأيضا تأمين سلامتهم أولا طبعا اليوم ورشتنا تضمن أساسيات السلامة للطلاب في المركبة وتوعية السائقين بأهمية اتباع الأرشادات المرورية وأيضا ألية التصرف الصحيح في حال وقوع أي حوادث لو سمح الله وأيضا تعزيز الوعي لدى المشرفين والسائقين بحماية الطفل بقانون حقوق الطفل برقم خط النجدة 800-700 الورشة قدمت أيضا أبرز معايير وجوانب السلامة منها أساسيات حماية الطلبة من مخاطر المساحات المحيطة بالحافلة المدرسية أثناء الصعود إليها والنزول منها والتأكيد على أهمية التزام السائقين بالإرشادات والأنظمة المرورية وتوجيه الأطفال بأهمية الانضباط داخل الحافلة لازم يقعد في المقعد بتاعه لازم يربط حزام الأمان لازم فيه طبعا داخل الباص متواجدة حقبة الأسفات الأولية لقدره لو حصل أي شيء أن تقدر المشرفة تتعامل مع الطالب وطبعا تبلغ الإدارة وتخبر أولياء الأمور أهم حاجة طبعا أمن وسلامة الأطفال طبعا أننا نتطمن عليهم أهم حاجة طبعا أننا نأخذهم من البيوت لحد المدرسة ومن المدرسة نتطمن عليهم لحد ما يوصلوا البيت إن شاء الله ومن تأكد لهم داخلوا البيت أهم شيء سلامة المنقولين لأن فيه أطفال صغار وفيه أطفال كبار والمشرفين أن يكون داير بال وخاصة إذا كانوا الأولاد الصغار شوي عندهم شاء أو يطلعوا على السيتات يعني هاي بدا تنتبه لما نرعى الباص يسوي له بريك مفاجئ أو شيء بطيح ولد بالضرر أو شيء يعني أمور سلامة الطفل هي أهم من كل شيء هذه الورشة تركز بشكل مباشر على سائقي الحافلات والمشرفين ولكن لا بد لأولياء أمور الطلبة أيضا من تذكير أبنائهم بكافة قواعد السلامة والأمان منذ خروجهم من المنزل وحتى عودتهم إليه تجنبا لوقوع الحوادث تأتي هذه الورشة لتوعية سائقي الحافلات والمشرفين بضوابط وتعليمات الأمن والسلامة لتقليل الحوادث وضمان وصول الأطفال إلى منازلهم بأمان لإخبار الدار سعود الكتبي الشارقة